رغم تعميم وزارة الصحة أنه لا داعي للهلع من انتشار الإنفلوانزا H1N1 فإن ذلك لم يمنع من حدوث حالة خوف عند بعض المواطنين بعد انتشار خبر إصابة طبيبين بالإنفلوانزا ووفاتهما أحدهما طبيب في مستشفى القديس جاورجيوس والآخر في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت إلى نقابة الأطباء توجهت الـ MTV لكشف ملابسات ماجرة والسؤال هل إصابة طبيبين تعني انتشاراً واسعاً للمرض بين المواطنين أدى إلى انتقال العدوى إلى الجسم الطبي مضبوط طبيبين توفوا أحد الطبيبين إيجاً مأخر على المستشفى دكتور أمين تومى بالروم نعم إيجاً مأخر على المستشفى ونعمل الفحص الـ H1N1 يبدو أنه بعد فترة بس تمرق ما يسمى الأكوت فيز الحالة الحادة بعد فترة ما بعض يبين الـ H1N1 إنما العوارد اللي كانت عنده الكلينيكية السريرية كلها كانت عوارد H1N1 إنما توفى من الاشتراكات اللي حصلت ما بينما الطبيب الثاني اللي بيجي مع الأمريكية كان معه الـ H1N1 بالسعودية كان قبل ما إيجا على لبنان بالسعودية وتعالج منها وشفي هلأ مش معناتك الواحد لقط الـ H1N1 بدلوا بموت وما في نزوم للهلع يعني كمان دكتور مصطفى غندور ما فينا نقول ميت من الـ H1N1 ميت من الاشتراكات للتأكد من الإصابة في المرض يمكن إجراء فحص دقيق إلا أن كلفته عالية جدا يقوله نقيب الأطباء والأكثر رواجا هو تشخيص المرض من خلال الأعراض السريرية بالوقت الحاضر ما فيه H1N1 كوباء مش موجود بعدها حالات إفرادية H1N1 طيب اليوم العالم هيك التساؤل الأول إنه إذا الجسم الطبي مش محمي طيب نحنا كيف بدنا نحمي حالنا؟ مش لأنه طبيب عم بيلقته مش لأنه شايف مريد مع هالمريد اللي عم بيفحصه الطبيب يلي في تردن لقت منه فيروس H1N1 قاعد هالمريد ببيته مع أهل بيته عم بيطعاته أكثر ما تعاته مع الطبيب الطبيب يمكن لقته من مريده أو لقته من بره بيكون إذا كانت الأحصاءات الأمريكية تشير إلى وفاة 16 ألف شخص من أصل 80 مليون مصاب بالمرض فهذا يعني أن نسبة الوفاة عالميا لا تتعدى 0.1% وبالتالي فإن إصابة طبيبين في لبنان ووفاتهما بالاشتراكات لا تتعو إلى الذعر والخوف ولا تعني مطلقا أن مرض الـ H1N1 منتشر في المستشفيات وأنه سيلحق حكما بالمواطنين